أعنالكم من جديد مشاهدنا أجمل وحلا تحيي لكل من ننضم والتحق بنا في هذا الصباح واختار قناتنا الشروق العامة وقناتنا الشروق بلوس لمدينة الورود عندها نصيب كبير في برنامجنا الصباحي من خلال الشباب المبدع الذي يختار إطلالة متميزة من خلال برنامجنا الصباحي الخدمات صباح الشروق وأيضا للشعر والأدب نصيب في برنامجنا الصباحي بتواجد الشاعرة اللي رأي في خطوتها الأولى سمارة سمية لتكتب في الشعر الحر والشعر العمودي وهي أيضا عندها تجارب في تنشيط للعديد والكثير من الحفلات المحلية بمدينة الورود البوليدة نرحب بوردة من وردات البوليدة سمارة سمية نورتنا بحضورك شكرا جزيلا بما أنه نحن في صباح الشروق نقول لك سباح الخير لطفي سباح الخمتمة ومشاهدين الكرام طبعا لطفي شكرا جزيلا على طبعا في هذه الاستضافة اللي قدمتها ليا دورتنا شكرا جزيلا بداية خيرنا نعرف مشاهدين جمهور لشوه اللي تابع برنامجنا الصباحي صباح الشروق على سمارة سمية الشاعرة طبعا أنا ككاتبة كلمات في مجال الشعر مجال الشعر والكلمات قربتني بزاف من أني نكون في الحفلات لأنه كما نعرف أن الحفلات بش أنه يكون إنسان مقدم في حفلات لازم تكون عنده فصاحة الليسان أول بداية كانت في الحفلات؟ كيفش بديت لي مع الشعر؟ أول قصيدة كتبتها؟ أول قصيدة كتبتها هي كنت نقراكات خياماني البخوف قال نكتب لي خاطرة كان في موضوع دراسي بديت ثم نكتب كتبت الخاطرة الأولى الثانية وبعد أوليت نكتب عادي خاصة نكتب في كنكون في المأساة نتوعك في الساعدة نتاعك يعني الخواطر الكلمة هي متواجدة نعم نعم هذه هي نعم وما بعد بديتك إش حال عندك من قصيدة كتبتها لحد الآن؟ حوالي اثنانية وعشرون من أول قصيدة إلى آخر قصيدة لك المختصين في المجال في الأدب والشعر لحظوا أنه فيه تغيير؟ نعم كان هناك تغيير وكان حلمي الواحد هو أني نكتب بيت شعري بالتفعيلة وكاننا ستة أشهر وأنا أحاول وأحاول 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 طبعاً وصلت للنتيجة وكان أساتذة اللغة العربية ووقفوا معي بزاف كانت عندي أخطاء نحوية يعني علشت كل ما كان يخص بالشعر وكذلك تعرفت على الكثير والكثير من الحوايج اللي إفادوني في حياتي من طرف الأساتذة خاصة أساتذة اللغة العربية وفي حياتك دراسية وش تدرسي؟ فغا ميديكال شبا سيبي نعم وشوشي اللي خليك تختاري تروحي لهذا المجال؟ كونك نلحظ أن الأدب والشعر تحبيه يعني نعم أنا أحب الأدب أحب الشعر أحب الميكروفون كذلك والإذاعة كذلك لأن الإذاعة كانت المدرسة اللي الأولى اللي تلقيت منها وتلقيت منها يعني فتحت لي الأبواب من زحة كنت كذلك تم في برنامج هذا البرنامج بالإذاعة المحلية البوليدة؟ إذاعة البوليدة الجهوية كنت في أزهار البوليدة وكنت كذلك تجربة لها يعني جميلة خاصة في هذا الميدان ميدان الشعر والكتابة طيب خينات حتى على أبرز المحطات اللي شاركتي من خلالها بالشعر أنت أكل أشعر والكتابات هل من أمسيات شعرية ربما ضمنت إليها سمعت من خلالها الجمهور اللي حب الشعر؟ نعم الشعر ديالي كنت نلقيه في الحفلات اللي كنت نقدمهم يعني كنت منشطة حفلات إلى جانب أني كنت شاعرة ألقي الخواطر لأنه في مصاري الفني عندما كنت أنشط حفلات حفلات الأدبي الأدبي أقول عفوا كنت دايما أني نشط حفلات معها كل خاطرة مثلا حفلة نوفمبر خاطرة على نوفمبر يعني هكذا كان المصار الأدبي ديالي إذن الكتابة تكون كتابة حسب المناسبة موسمية نعم مناسباتية ما خممتش أنك تجمعي أشعارك في ديوان يضم كل هذه الكتابات وش مصير هذه الخطوطات التي تخطيها؟ خممت لها إن شاء الله يكون وعليش لما لا يكون لدينا كتاب بالإسم نتاعك بالخواطر نتاعك باللي تعيشهم بلك بس كان نكتب خطرات على ناس تكون عاشت هذه المأساة ولا ننسي نكتب عليها يعني مواضيعك إلا مأساة ومعاناة؟ نو 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 كاين سعادة وش هي أبرز المواضيع اللي عالجتها؟ عالجت المواضيع الاجتماعية خاصة المواضيع الثقافية المواضيع الوطنية كذلك وكذلك الدينية حبيبي يا رسول الله صلوا على نبي الإسلام صلوا على من أتانا بخير كلام صلوا على من حارب الظلام وجعلنا نعيش بين أحضان السلام صلى الله عليك وسلم يا ملك الجنان لقد كنت أغلى إنسان فأصبحت قدوة لنا في الإسلام والإيمان صلوا على نبي الإسلام الذي أتى بخير كلام ما هي القدوان تاعك في حياتك؟ قدوان تاعي في حياتي؟ الناس اللي تحدي اللي يكون عندهم تحدي الناس اللي يكون عندهم تحدي كل إنسان يشوفه ما يفشلش إذا طحي نوض هذوك هما القدوان تاعي ما هي المخططة بالنسبة للكاتب والشاعر يتبع أجندة معينة يخطط لمستقبله الأدبي ولا يخلي كل شي يترك العنان لتفكيره ويخلي القدر هو اللي يلعب دوره في تستير ربما المحطات الأدبية هي لازم نروح ويج باش نقدروا نقفو مش نقعدوا هكذا ونقولوا كل حاجة حجيك فوسكا مشي كل حاجة حجينا احنا احنا لازم نروحوا لها لازم احنا نسعاو لازم احنا نشوفوا إذا كانت كنا دار تقافة ولا احنا نتواصلوا معهم دار الشباب احنا تكون عندنا لمسات تكون عندنا كنت قربوا منهم هما يقدروا يعاونونا بسحل إنسان إذا قعد مرح يكون عندو حتى حاجة مش حيجي واحد يقول لك انت تكتب انت تغني ما كاش هادي لازم انت تروح وتتقسي وتشوف وغل من الكتاب ومن الأدباء ومن الشعراء الجزائريين الجزائريين شكل يتسمعي لهم وشكل يتقرأي لهم الشعراء والله انا ما نقراش كتابت بزاف اه ما تطلعيش على الأدباء وحد اخرين على شعراء لا لا غير كي انا كي كنا نقرأو هكذا كنت نقرأو قصائد كانوا قصائد يعجبوني بس كنا ما كانش عندي كقدوة واحد هكذا متبعتو شاعر ولا كنت نقرأ قصائد كانت تعجبني سخة القصائد كنت تعال رسول كانت يعني عليه الصلاة السنة كانت يعني جميلة جدا وانتي تكتب لي بنات جنسك تكوني منحازة معهم من خلال الأفكار ولا يمكن للرجل ايضا انه يقرأ الأشعار اللي تكتبها لضيفتنا اليوم سمارة ممكن لأي انسان يقرأ الأشعار متاعية يقول لك كما هي تعالج مشاكل اجتماعية بلك ظروف يعيشها رجل ومرأة نعم يعيشها رجل ومرأة كذلك لمرضى السرطان كما يقول لك شاعر حساس تبتي أيضا لمرضى السرطان نعم بعنوان الأمل سمعينا حاجة منها حاضرة معنا حاضرة معنا للوطن آه أوك يلا ليس هناك أحسن من مما يكتب على الوطن نعم وكانت هذه مسابقة لآه كنت جزدت على أحسن خاطرة في الثانوية أو المرتبة الأولى وش من العام هذه؟ العام ليفت 2018 آه أوك بعنوان قطر الندى في أرض الجزائر يا شهيد الوطن يا من قطرت دموعك دما يا من حملت السلاح وتقدمت نحو الكفاح يا محقق الحلم في النجاح ويا مخلص كل نفس من الجراح فكم فكم من دمعة قطرت وكم من قطرة دم سقطت على أرض الجزائر حملت فكم فكم من الأرواح قتلت بسبب كم من الأشباح أنزلت على أرض الجزائر وجدت ها قد أتى الاستعمار وعم بالدمار فذكريات الجزائر لا زالت في عقولنا ودماء شهدائنا لا تخل من ترابنا وبفضل الرحمن تمكننا من نيل الاستقلال وبقوة الشجعان استطعنا أن نحقق الاكتمال فتحيا شهدائنا الأبرار وتحيا مجاهدين الأحرار تحيا الجزائر شكرا لك سامارة سمية حبيت تثلج القلب نهديها لكم الجزائريين كل جزائري وجزائرية غيورة على هذا الوطن الحبيب ربي دوم أفراحنا إن شاء الله يا رب ونستقر والأمن والأمان ببلدنا الحبيب تحية في كل مرة نجددها لكل شباب أعضاء الجيش الشعبي الوطني حمات هذا الوطن الحبيب شكرا لك سامارة نورتنا بحضورك العاف وشكرا لكم كذلك أنت لطفي شكرا لكم التقنيين لراكم حذرين معنا للنهار اليوم ونشكرك كل الشكر زميلي لطفي إذن مشاهدين ارحقنا لختم حلقة اليوم فاصل ورح تلقوني مع الشفل الله كي تضع بصمة أخيرة